جميع ابتداء طرح هذا السؤال في وقت باكر من معارك غزة ماذا سيدور وصيغت في شكل ما يقال بسيناريو اليوم التالي لحرب غزة ماذا سيدور فيه من الناحية السياسية الجميع سعى خلف هذا السؤال وأعدى الإجابة التي تفيده كما تفيد القضية الفلسطينية من زاويته ومن رؤيته الآن بعد دخول حرب لبنان على المحك اتصالا بما يدوره في غزة هل ستنفصل هذه الرؤية أم تتبدل أم أن لما يدوره في لبنان هذا التأثير العميق على إجابة هذا السيناريو من الجميع أبدأ بك دكتور حامد أهلا بحضرتك وسستامر وأهلا بديو في القاهرة الإخبارية وبالسادة المشاهدين طبعا من يتابع الأحداث عن كسب في الفترة الأخيرة وخاصة التصعيد الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية وبالأخص في الجنوب اللبناني يتأكد وبشكل واضح أنه ليس هناك لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي أي فرصة لتحقيق وتنفيذ مبدأ حل الدولتين والانسحاب بشكل قاطع من قطاع غزة وأن يكون قطاع غزة جزء من حكم السلطة الفلسطينية باعتبار أنه لا يمكن فصل قطاع غزة عن القدس عن الضفة الغربية لأنهم هم المكونين لدولة فلسطينية كاملة العضوية وكاملة المساحة طبقا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لأن حكومة نيتنياهو تريد أن تحقق مقاربها من التصعيد في الجنوب اللبناني لاتساع أمد المعرقة مع عدم إنهاء الحرب في قطاع غزة خاصة أن ما شاهدناه هو محاولة لتكريس واقع جديد داخل القطاع وشطر القطاع إلى نصفين وأعادة احتلال شمال قطاع غزة وإقامة محور نتساريم ده دليل قاطع على أن هناك رغبات حقيقية من قبل حكومة نيتنياهو للبقاء داخل القطاع إلى أطول فترة ممكنة ولا أبالغ أنها لسنوات طويلة وإذا لما تدخل المجتمع الدولي بشكل حاسم وحازم للجم دولة الاحتلال الإسرائيلي أرى أن إسرائيل تقوم بتنفيذ نفس الشيء في الجنوب اللبناني الذي قالت إسرائيل بالحرف الواحد أنها بدأت بعملية برية صغيرة ثم بعد ذلك اتسعت هذه العملية لتشمل استهدافات في بيروت وفي شمال لبنان كدليل قاطع على منهجية الاحتلال في خلق شرق أوسط جديد قائم على إقامة مناطق عزلة لإبعاد من يعني يستطيع أن يصل إلى المستوطنات سواء في شمال إسرائيل من جنوب لبنان أو حتى من شمال قطاع غزة عن مستوطناتهم ولكن في كل الأحوال هذا لن يحقق الأمن والأمان لإسرائيل والأمن والأمان لإسرائيل يتمثل في السعي وبكل قوة إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين خاصة بعد هذا التصعيد الخطير اللي يظهر ويؤكد على نظرية أن العامل الأمني والعامل العسكري لن يحقق الأمن لإسرائيل شكرا